بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طالبتنا في الصف الرابع الإعدادي في إعدادية شط العرب للبنين اليوم درسنا باللغة الإنجليزية راح يكون present simple tense المضارع البسيط مثل ما موجود شايفين هنا المضارع البسيط present simple tense المضارع البسيط طبعا هذا الموضوع راح نلقى بالاكتيبيتي بوك بكتاب النشاط page 2 كتاب النشاط صفحة اثنيا راح نشكل على شكل يعني كل موضوع ننطي هنا رقم رقم واحد شو كتش يستخدم هذا الزمن يستخدم هذا الزمن لوصف حدث يتكرر دائما يعني واحد حدث يتكرر دائما او عادة متبعة او حقيقة علمية ثابتة حقيقة علمية ثابتة التركيب ماله التركيب ماله كقواعد التركيب ماله راح يشوفون هنا التركيب ماله التركيب ماله راح يكون subject فاعل زائدا is are او am ثم ممكن يكون بدلها يعني فعل كنونة او مصدر ما اخذ اس شو وقت انضيف للمصدر اس اذا كان فاعل الجملة اذا كان فاعل الجملة هذا شنو is اذا كان فاعل هي او ش او 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 ات انضيف اس المن لي الفعل جيد ناخذ جمل على هذا الموضوع my father is an engineer والدي مهندس طبعا هاي الجملة هي بزمن المضارع البسيط اذا سئلوني هاي الجملة بزمن اقولهم هذه مضارع بسيط لانه فاعل زائدا is اللي هو مضارع an engineer وهذه حقيقة ثابتة my او مثلا they are my friends هم اصدقائي هنا ايضا عرفتها من are هنا من is they are my friends i am happy i am i am happy انا سعيد she speaks english well هي تتحدث اللغة الانجليزية بصورة جيدة شوفوا الفعل speak ماخذ speaks she speaks english well اذا سئلوني هاي الجملة بها زمن راح اقول هذا زمنها presence simple tense شون عرفتها لانه مصدر ماخذ s لانه she راح ياخذ المصدر speak نقول speaks she speaks english well the sun shines during the day الشمس تشرق خلال النهار شوفوا الفعل شنو shines the sun shines during the day فاعل زاد المصدر ماخذ s اذا هذا مضارع بسيط shines the sun shines during the day هذه حقيقة علمية ثابتة سمية they write هم يكتبون letters to their friends رسائل الى اصدقائهم ايضا هنا هاي الجملة راح اقول عليها present simple tense لانه فاعل زاد المصدر اللي هو write هنا ما اخذ s لانه الفاعل هو they فالthey ما تاخذ they i we you هذه كلها ما تاخذ ما تاخذ s للفعل عدنا هنا ملاحظة ملاحظة هاي الملاحظة يمكن ان استخدام يمكن ان استخدم او استخدام ظروف التكرار كلمة always اللي دائما often often usually never sometimes هاي نسميها ظروف تكرار او rarely نادرا seldom هذا اللي ممكن نستخدمهن ويا هذا الزمن يعني هنا مع هذا الزمن ممكن نستخدمها مع هذا الزمن ممكن تستخدم بس خلي نعم نقول مع هذا الزمن للتعبير عن عدد مرات حصول الفعل ويكون موقعها هاي ظروف التكرار راح راح يكون موقعها يكون موقعها قبل الفعل الرئيسي وبعد الفعل المساعد مثلا هسا هنا راح اقول they usually they usually they usually write اذا اذا نحول هاي الجملة الى الى negative الى negative والنغاتف معناته شنوى نفي negative change into negative مثل ما وجود هنا راح اصير subject ال is اسوي isn't ال are aren't ال am شصير i'm not i'm not واذا الفعل بي اس راح اقول doesn't doesn't والفعل ما بي اس يعني الفعل i او they او we او you نقول don't they don't i don't و you don't خلينا نحول هاي الجملة النفسة الى negative فنقول my father isn't a teacher شستخدمت حتى انفي isn't my father isn't a teacher i am not happy and less to سعيد i am not i'm not happy less to سعيد she doesn't speak english well شونا doesn't speak english well she doesn't speak english well they don't write letters to their friends they don't ليش ين فاعل they تاخذ don't she or he or it doesn't ون خلي المصدر زائلا التكملة وهنا لا ننسى انه لازم علامة استفهام فشوف هنا كانت الجملة my my father my father an engineer i is your father an engineer is your father an engineer هل والدك مهنلس ونخلي هنا شنو على مصفة are they your friends هل هؤلاء أصدقاءك أو هل أصدقاءك are they are they your friends are you happy هل أنت سعيد i am happy are you happy هل أنت سعيد she speaks english well اذا سوى استفهام does she speak english well does she does she speak english well does she speak شوف الاس اختفت ليش لأنه استخدمنا الدرس do they write letters to their friends هل يكتبون رسائل إلى أصدقائهم do they هنا do they write letters to their friends صارت الجملة استفهامية إذا قال give short answers اعطي أجوبة قصيرة فإذا كان الجواب بالإيجاب اللي هو yes أقول yes he is is your father an engineer هل والدك مهندس yes he is نعم هو كذلك وإذا جواب no no he isn't ل ليس كذلك إذن are they your friends yes they are yes they are no they aren't no they aren't أيضا إذا نفي وإذا مثبت I am happy are you happy are you happy yes I am نعم وإذا نفي no I'm not no I am not وقدر اختصر no I'm not وأيضا الجملة الأخيرة do they write letters to their friends ممكن نقول yes they do وإذا أنا في شي نقول no they don't ليس كذلك أو كلا ليسوا أو لا يكتبون رسائل إلى أصدقهم إذن بهذه الطريقة شرحنا موضوع لبريزن simple tense المضارع البسيط وممكن نذهب إلى ال activity book page 2 صفحة ثنيا نتبرين بي ونحل إن شاء الله في حلقة جاية إن شاء الله نرجع مرة ثانية نشوف هنا عندنا لقلوب رقم ثنيا مثل ما شايفين اللي هو بال activity book page 3 كتاب النشاط صفحة جاية ثلاثة بال activity book بكتاب النشاط طبعا أنا نطيته لقلوب رقم 2 أو موضوع رقم 2 اللي هو present continuous المضارع المستمر هذا موضوع أيضا سهل نقول يستخدم لوصف حدث يحصل أثناء وقت التكلم يستخدم يستخدم لوصف حدث يحصل أثناء وقت التكلم فإذا أردنا نجيب القاعدة ما تأخذ التركيب ما له يتكون من subject فاعل زائدا is r am طبعا he وshe وit تأخذ is we they وyou تأخذ r وi تأخذ am الفعل نضيف لشنو نضيف ing زائدا تكمله ممكن نستخدم كلمة now الآن أو at the moment في الوقت الحالي أو at the present time في الوقت الحالي أيضا والحاضر ممكن هذه ظروف يديل على هذا الزمن زمن المضارع المستمر آخر جمل she is speaking to her teacher هي تتحدث مع مدرستها she is speaking is speaking فعل زائد is وspeak شنو نضيف ل ing she is speaking to her teacher من هذه الجملة أنا أعرف أنه هذا مضارع مستمر من is speaking مو مضلورة أنه أقول now بس من المعنى من سياق أفتهم أنه جاي يتحدث مع مدرسة الآن they are watching a new film now هم يشاهدون فيلم جديد الآن من كلمة now وأيضا التركيب يقول لي are watching they are watching معناتها present continuous مضارع مستمر I am listening to music I am listening to music أنا أستمع إلى الموسيقى إذن I am ولسن شنو صار listening to music أوكي إذا قل لي سويها negative حول حول إلى negative إلى نفي negative فمجرد إنه إذا صير isn't are صير aren't والآن شي صير I'm not أو نعم I'm not إذن تتحول إلى شنو إلى negative أقول she is not speaking to her teacher هي لا تتحدث إلى مدرستها they are not watching the new film now وعدني I am not listening to music نفية الجمل اللي كانت فيه العلاء إذا قل لي سوي question فمجرد إنه is أو are أو I'm نقدم على الفاعل ويبقى الفعل ing أصير جملة استفهامية مثلا is she speaking to her teacher هل هي تتحدث مع مدرستها are they watching are they watching a new film now مثل ما شايفين are they watching a new film now وعدنا am I listening to music هل أنا أستمع إلى موسيقى am I listening to music بس عدنا ملاحظة مهمة اللي هي بالتمرين هناك الملاحظة المهمة هنا كلمة number إذا أجت بالجملة كلمة number تعني مفرد تعني مفرد the number معناة الرقم أو العدد يرتفع ليس الأشخاص لا مثلا نقول تعني مفرد لذلك نستخدم شنوى نستخدم is ما نستخدم are نستخدم is ليش لأنه كلمة number تنطينا معنا المفرد أطيكم جملة the number the number of tourists عدد السواح is going up يرتفع the number of tourists is going up فهنا لأنه عدنا كلمة number عدنا كلمة number هنا of tourists شنو قلت قلت is going up is going up يرتفع ما قلت are going up برغم أنه tourists هي جمع إذا نقول the number of tourists is going up عندي شيء آخر أريد أوضح أيضا فوق إنه في بداية الصفحة إن شاء الله إنه كلمة going up يرتبع أو rise rise يرتفع giving up أو rise نفس المعنى is going up is rising عكس here fall is falling ينخفض أو is going down ينخفض is going down is falling وعكس here is going up و is is going up وأيضا is rising is rising بهذا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم ولا تنسون موعدنا حتى نحل التمرين ب بالصفحة الأولى وبالصفحة الثانية والتمرين أيضا بالصفحة الثالثة اللي موجودة يعني 3A هذه هنا موجود 3A نحلهن بالاكتيفتي بوك نروح لها بالدرس القادم إن شاء الله استودعكم الله وإلى اللقاء